طبعا مساكم الله بالخير يعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة برامز اف سي اكس بسعر صفر باصلة ثنية ثنية سبعة بوضل عملة بنسبة ستة بالمية وماركت كاب ثمانمية مليون تقريبا برانك تسعة وسبعين بوليم يومي ثنية سبعين ثنين واربعين مليون تقريبا طبعا لي تابعنا والماريا مرحبا بك هذه قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل العملات ونحط صفقات ايضا وعدنا خدمة ادارة الحساب وعدنا ايضا خدمة الاكتتاب والعملات الاستثمارية طبعا لوني نشوف هذا تشارت عملتنا على شمعة الي هو اليوم لوني نشوف هاي صفقتنا اللي فاتت حطيناها للشباب يعني كم حققت ربح تقريبا حققت العملة لغاية اللي هو سبع وعشرين بالمية شوي يعني هذا هو وبخلاف اللي دخله بس لحظة خلني احذب بعض الاشياء حيث ان الشاشة تكون اوضح نشوف يعني ما في شيء واضح شيء اوكي 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 انا مسح اوكي انا نحن كنا حرطين هدف ان العملة توصل اللي اللي هو صور فاصلة خمسة ثنين حكم مجرد ما انه تكسر لترند الاعلى تعطينا هذا الهدف نحن العملة كسرت يعني هنحن ندخلين صفقة هني كنا حطيين موان جرس انه يذكرن اخر نحن فيه مجرد الى العملة لنشتها السعر يعني واني نشوف العملة انو نشوف هذا الترند لاين هني كيف من تاريخ كم تقريبا 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 من تاريخ 18 سبتمبر 2021 والعملة تمشي في فوض فكنا حطين يعني حتى يعني حتى حطينا الترند لاين حيث ان العملة مجرد ما تغلق اعلى الترند لاين اللي هو الترند هذا مجرد ما تغلق اعلى يعادت اختبار والعملة رح تستمر في الصعود فهذه نظرتنا للعملة مبدئيا طبع حتى بعد ذلك مجرد ما تغلق فوق المقاومة هذه بعد ايضا نفس الكلام بعد وراح تبدأ تعطينا قمة يديدة ايه تقريبا الان خلنا نشوف نشل الصفقة اللي حطينها نشل بعض الاشياء حتى توضح الرأية نبدأ نتكلم بشكل اوضح شوي يعني هنا في ترند ثانية انا اشوف ابان على هذا المستوى تقريبا تقريبا ممتاز بشكل الخطوط هذي بحيث انه اكثر وضوحة انا اشوف انا فيه الوان وايد وعفسة اوكي اضع عنده ما نبقى خراص لترند هذا ايش انا ما نبقى بنحذفه نشوف اوكي صار تقريبا يشاهد زين انا معاني انا شوف نموذج سلبي صراحة اللي هو الترند لاين هذا اوكي شوفوا كيف دايما الترند لاين اللي يصير بهذا الشكل بالعادة يكون سلبي تقريبا لا اوكي لا انا عبالي هو شوفوا انا كيف رسمته شديد يقولوا كان بهذا النموذج بالعادة اللي ترند لاين اذا يكون بهذا الشكل يضيق على صعود هيكون فيه نزول يرتد يعني دايما اذا شوف ترند لاين يصعد شوي يضيق يضيق يعرف انه فيه هبوط بعد ذلك يرتد ها احض النموذج اللي هذا احض النموذج اللي اذا صار شديد اذا كان اشوف حاليا يومية توسعت الترند لاين شوفت الترند لاين العملة لا يستصعد اساسا يعني مش مو يستصدم وتنزل اوكي شديد ممتاز اوكي نرسم ترند لاين اغير الالوان اشان يكون شيء واضح اصفر اصفر اوكي مبدايا نشوف العملة تمشي بترند صاعد مهم جدا مهم جدا للعملة ان تستكمل الصعود نحن اتشغلاق فوق صفر فاصلة صفر فاصلة ثلاث ثلاث ثمانية يعني ترجع على هذا السعر بعد ذلك نقدر نقول العملة راح تصعد يعني واني نشوف العملة قليل جدا ما انه يعني هنا لما وصلت هذا السعر ارتفعت بعد ذلك اول ما خسرت هذا الرقم نزلت يعني الرقم هذا وايد مهم اللي هو اللاين هذا الخطر البرتقالي هني ايضا شكل دعم يعني شو كيف ارتدت هني ايضا خسرت العملة هذا المعنى حاولت اكثر على مرة فشلت نزلت هني صار اختراق وهمي ورجعت نزلت العملة يعني وايد وايد تحترم هذا السعر هني مرة هني مرة مرة ثانية ثالثة رابعة يعني على قد ما نشوف انه دايما العملة تحترم هذا السعر فشذي ما بدأيا نحتاج مثل ما قلنا اغلاق فوق هذا السعر بنشوف العملة تتجه لالترنلاين بعد ذلك مهم جدا الاغلاق اعلى لترنلاين بحيث انه سيعة اختبار نشوف بام حلوين حلوين انا بالنسبة لي حاليا العملة اذا بنحط انا بالنسبة لي الدخول بيكون على منطقتين محدد المنطقتين منطقة اولى اذا بتنزل لهذا المستويات ندخل لي بتكون صفقة يعني اتوقع العملة ما نستبعد نشوف كسر لالترند وندخل في هذا المستويات الستوبلوز بيكون على سعر صفر فاصلة واحد اربعة الدخول بيكون لها المستوى بس الاهداف بتكون بعيدة طبعا بس ما بنرفع الاهداف بحيث ان عشان ما نخرب على الصفقة اللي بنحطيها حلوين حلوين الصفقة الثانية في حال العملة تقريبا تقريبا بيكون تقريبا تقريبا اللي هو عدل صفر فاصلة ثنين تقريبا صفر فاصلة ثنين الستوبلوز صفر فاصلة ثنين هدف هني بيكون تاركت هذا ون اكس صفر فاصلة خمسة ثنين صفر فاصلة خمسة ثنين طبعا هني الدخول كيف بيكون هني الى اشتراطات نحتاج ان العملة تعطينا حركة هذي اغلاق على الترند اعادت الاختبار ندخل ندخل مع اعادت الاختبار ما ندخل قبل يعني ما بتدخلي من الحين تدخلي من الحين هاي اوكي حق ال بس حق ال ما يعادت الاختبار يعني انا ما انصح بالالتزام بالستوبلوز استوبلوز بيكون على السعر هني في حال هذه الصفقة اعطتني عادت اختبار بيكون على صفر فاصلة ثنين تقريبا استوبلوز في حال دخلنا مع اعادت الاختبار لكن في حال دخلنا في حال لمسة ترند هذا لا الاستوبلوز بيكون على صفر فاصلة واحد اربعة الهداف هني بتكون في الصفقة هذي هدف اول بيكون على سعر صفر فاصلة ثنين تسعة هدف ثاني 0.32 هدف اللي بعده 0.36 هدف اللي بعده 0.42 هدف اللي بعده 0.45 هدف أخير 0.51 مع أنه أنا أشوف العملة هذه ما أستبعد أن أشوف العملة تعطينا هذا القمة أقل شيء اللي هو 0.835 يعني أنا ما أستبعد أشوف العملة هذا الارتفاع جريب يعني خلال الثلاثة الشهر القادمة إن شاء الله جديد أنكم خلصنا يعطيكم العافية لتابعنا ولمرأة مرحبا بك على قناتنا في التليغرام رابط قناتنا أسفل الفيديو يعطيكم العافية ومفجي الخير